طيب عايز ألك على ودي ديجلة بقى ودي ديجلة هو حكاية مش ناس كتيرة تعرف الحكاية الحلوة دي ودي ديجلة في كرة القدم هو بقى الأهلي أو الزمالك أو ودي ديجلة في كرة القدم النسائية في حتة تانية لوحده ليه بقى ودي ديجلة دايماً فارق في حتة لوحده في كرة القدم النسائية ولسه نادي كمان تعلقته جميعاً وقدرته تفوزه بالدورة مرة أخرى الدورة ل BER' اخراً 겠지만 ودي ديجلة هم منزومة مش أكاديمية مثلاً وبتكبر مثلا مش بتبقى معمولة بفلوس لا احنا نادي انما مثلا باقي النوادي هو بيكون مثلا مجموعة يعني كذا حد بيجمعوا ويدفعوا فلوس للعيبة ويشترون عندهم لكن مش بتبقى منظومة زي وادي دجلة احنا طبعا عندنا براعم وعندنا ناشئين وعندنا فريق اول فوادي دجلة قصة ما بيقفش على حدي يعني مثلا لو حد مش من فريق الاول مكانه في الناشئين بيسد على طول موجود كلنا مثلا بنبقى ايد واحدة ما فيش حاجة اسمها مثلا دي ماشي لا فالنادي هيقع بسببها زي زي بقى الاندية التانية مثلا عندهم مثلا لعبة مميزة هي دي اللي بيلعبوا عليها صحيح بس عشان كنا مثلا احنا عطول في تقدم طيب انتوا بقى في البطولة السنائية البطولة اللي كسبتوها مين اكتر نادي بين نفسكم كانت جونا وكانت طيران هو طيران عملا هو النفس الاول لنا بس دلوقتي يعني دخل معنا جونا يعني بقيت في تطور رأسها كرة النسائية فبقى كل الاندية مثلا يعني زمان كنا مثلا نروح نلعب اينا دي بنيدي سكور مثلا يعني خمسة أو ستة سبعة لا دلوقتي بقى صعب ان انت مثلا يعني اتنين دا انت كلا خلاص كويس قوي دخل فيها بقول السنة لا انا وانا معي حرص ما نصرا نصرا عيد انا وهي عطول من بدا مع بعدي يعني مثلا هي موتش انا موتش كلا اغير انت بقى دخل فيها كم قول انها شوفت دلوقتي ولا واحد صراحة دلوقتي ولا قول دا لا 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 فرح لعب اينا ونصرا بصراحة دا الحمد الله احنا نتصفرك مع الاهلي موتش دي جاية اعطي لديك اكبر جاية اعطي لديك اعطي لديك بات ان تتمن انت تعلمون لديك اذا ما einsamer حال very